بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمد بسنة إله ومدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين هذه الصفة كذلك هي من تمام كلام الله تبارك وتعالى عن صفات المتقين الذين أخبر تبارك وتعالى أنه أعد لهم هذه الجنة العظيمة التي عرضها السماوات والأرض وأنها أعدت للمتقين والتي أهاب الله تبارك وتعالى بأهل الإيمان أن يبادروا إلى يعني السعي إليها وبل وركض إليها قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين منفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه هذا أمر عجيب فإن هؤلاء هم أهل الإحسان ومع ذلك أخبر الله تبارك وتعالى أنه قد تقع منهم الفاحشة ولكنهم يبادرون إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى السكفر والذين إذا فعلوا فاحشة الفاحشة يعني ذنب عظيم الفاحشة هي الأمر الفاحش والغليظ البشع هذا في الإثم وفي القبح وغالبا ما يطلق الفحش على جريمة الزنا كما قال تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل وكذلك على مثلا ذكره الله تبارك وتعالى في زواج زوجة الأب قال ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل أمر قبيح جدا يعني غليظ في قبحه وبالتالي بعد ذلك في الإثم والنكارة والذين إذا فعلوا فاحشة مو يعني صغير من الذنب وإنما ذنب كبير أو ظلموا أنفسهم بأي ذنب وليت ذكروا الله يعني لو وقعت منهم أمر كبير في الإثم أو أمر صغير أي ذنب والله يخبر بأن هذا ظلم للنفس لأن من يوقع معصية فإنما يظلم نفسه ولا يظلم الرب تبارك وتعالى الله فوق النافع وفوق الضر لا يضره أحد ولا ينفعه أحد سبحانه وتعالى ومن أوقع معصية فإنما أتقى عليه هو لا على الرب جل وعلا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله تذكروا استحذروا عظمته كبرياء أنه يسمعهم يراهم أنه يؤاخذ بالذنب ويعاقب به سبحانه وتعالى ذكروا الله الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوبه وذلك أنه أيضا من صفته أنه الرب الرحمن الرحيم الذي يقيل العثرة يغفر الذنب سبحانه وتعالى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ذكروا الله ذكروا مع من أسمائه أنه شرد العقاب فعلم في ذنب وكذلك علموا أنه تواب الرحيم فلم يقنطوا ولم ييأسوا من رحمته سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوب استغفروا طلب المغفرة لذنوبهم وطلب المغفرة لذنوبهم منه سبحانه وتعالى قال جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله من يغفر الذنوب إلا الله لا يغفر الذنب إلا هو وذلك أن الرب تبارك وتعالى هو خالق هذا الخلق وهو الذي يأمرهم وهو الذي ينهاهم سبحانه وتعالى وكل مخالفة له إنما هي ذنب ومعصير ومهما سامح الناس صاحب الذنب ولم يسامحه الله تبارك وتعالى فلا يغفر ذنبه الذي يغفر الذنب هو الله سبحانه وتعالى لا يغفر الذنب غيره فمهما رضي عنك الناس لو زنيت فجرت فعلت ما فعلت وراء الناس وأنك لم تفعل شيئا ولم يحاسبك أحد على شيء هل ينتهى أمرك لم ينتهي الأمر ولم ديت لا الذنب عند الله تبارك وتعالى ذنبك إنما عصيت كل معصية عصيت بها عصيت بها الرب وبالتالي لا يغفر الذنب غيره سبحانه وتعالى فلا يغفر ذنبك غيره ولو رضي عنك كل الناس لا يمكن أن يقيل عثرتك إلا لجؤك إلى الله تبارك وتعالى واستغفرك له قال جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله قال جل وعلا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فهذا المجرم الكافر العاتي الإصرار على ما فعل يعني هو الثبات عليه والسير فيه والاستمرار على ذلك لم يصروا على ما فعلوا أي من الفاعجة والذنب وهم يعلمون أنهم ارتكبوا معصية في حق الرب تبارك وتعالى من مخالفته فهؤلاء يعني مفهوموا هذا أن هذا لا يغفر ذنوبهم يبقى ذنبهم مرتهنا بهم ويبقوا هم مرتهنين إلى هذا الذنب هذه الآية تفتح أفاق عظيمة لأهل الإيمان من رحمة الله تبارك وتعالى وتجعل بأنه ليس أهل الإحسان هم الذين لا يتأتى منهم المعصية قط بل إن أهل الإحسان قد تتأتى منهم المعاصي بل كبائر الذنوب ولكنهم يعني يعودون ويستغفر الله تبارك وتعالى فيمحو الله تبارك وتعالى ذنبهم ويغفر لهم ويجعلهم في مصاف أهل الإحسان فهذا أمر عظيم جدا وهذا يعني من رحمة الله تبارك وتعالى يعني بعباده أنه لم يحرم من ارتكب أمر فاحش وعظيم في الإثم لم يحرمه من درجة الإحسان وهي أعلى يعني الدرجات عنده سبحانه وتعالى قال جل وعلا أولئك يعني الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفات اللي هم أهل التقوى الذين منفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم هؤلاء يعني أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة من ربهم وذلك أنهم استغفروا الله تبارك وتعالى ولجأوا إليه سبحانه وتعالى هذا جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى وجنات تجري من تحتها الأنهار جنات بساتين بساتين الآخرة تجري من تحتها من تحت قصورها من تحت أشجارها الأنهار جمع نهر وأنهار كثيرة مختلفة الطعوم والأشكال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثين فيها مكثا يعني لا ينقطع قال جل وعلا ونعمة أجر العاملين نعمة هذه كلمة لإنشاء الحسن هذا نعمة هذا الأجر أجرا للعاملين إذن الجنة إنما هي بالعمل وهذا هو العامل الذي يحبه الله تبارك وتعالى وسماه الله تبارك وتعالى أجر أجر من الله تبارك وتعالى ولكن هذا الأجر ليس الثمن وإنما هو منه منه سبحانه وتعالى ونعمة أجر العاملين أن يعمل الإنسان عمل ثم يكافأ هذه المكافأة العظيمة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أكبر مكافأة وأكبر يعني إحسان وهي من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين فالإنسان يعمل ليأخذ أجر ولكن ليس ممكن يعمل يشقى طول حياته في عمل مثلا دنيوي ويأخذ أجر راتب شيء منزل لكن هذا متاع دنيوي قليل لكن أن يعمل عمل ثم يكون أجره عليه جنات يخلد فيها خلودا لا ينقطع فيها جنات بما فيها بقصورها ودورها وأنهارها على هذا النحو يمكث فيها مكث لا ينقطع له ليس ألف ولا ألفين ولا مليون ولا اثنين مليون سنة بل إنما خلود فلا موت هذا نعمة هذا الأجر نعمة هذا الأجر أجر من يعمل ويتلقى مثل هذا الجزاء ونعمة أجر العاملين ثم بعد ذلك جاء السياق سياق الآيات إلى حديث الرب تبارك وتعالى مع المؤمنين الذين نالوا في أحد ما نالوا قال جل وعلا قد خلت من قبلكم سنة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم يعني أيها المؤمنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من قبلكم سنة سنة لله تبارك وتعالى السنة هي الطريقة والعادة المتبع فالله تبارك وتعالى كان له مع السابقين سنة وأمر دائم مع عباده المؤمنين مع أعدائه الكافرين فسنة الله تبارك وتعالى في المؤمنين أنه في نهاية المطاف أنجاه ونصرهم وفي المسيرة كان يصيبهم بلاء أذى ينالوا منهم العدو تعتورهم المحن والمشكلات والمصاعب ثم جعل الله تبارك وتعالى الخاتم لهم فهذه سنة الله تبارك وتعالى في أهل الإيمان ثم الكفار يعلون ويتطهدون أهل الإيمان ويفعلون بهم ويفعلون ثم ما المآل وما النهاية النهاية أن يستأصلهم الله تبارك وتعالى أن يهلكهم ويكون مآلهم إلى خسار فهذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية في السابقين وأنتم يعني أيها المؤمنون إنما أنتم يعني ستجري عليكم كذلك سنة الله تبارك وتعالى في ما جرت فيه ستبتلون ينالوا منكم يعلوكم الكفار أحيانا تبتلون منهم ولكن العاقبة لأهل الإيمان قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض سيروا في الأرض للنظر والاعتبار هذه مساكن الغابرين هذه مدائن صالح هذه الأحقاف المكان الذي أهلك الله تبارك وتعالى فيه عاد هذه قرى لوط مكانها البحر الميت هذه ديار قوم فرعون سيروا سيروا في هذه الأرض وانظروا كيف كانت يعني العاقبة والمآل فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين العاقبة المآل والنهاية المكذبين ماذا كان مآلهم أهلك الله تبارك وتعالى قوم نوح وأغرقهم قوم فرعون قوم فرعون دمرهم خسف بمن خسف منهم الأرض عاد ثمود قرى لوط مدائن صالح يعني ثمود في مدائن صالح هذه هي يعني مصارع الغابرين هذه أمامك فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم قال جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا الذي ينزله الله تبارك وتعالى في هذا القرآن بيان للناس أمر يبين الحقائق يبين من الذي سيفوز وينجو ومن الذي سيهلكه الله تبارك وتعالى كيف تكون العاقبة هذه سنن الله تبارك وتعالى الجارية في عباده يبين الله تبارك وتعالى العباد كل هذا الأمور ويفصل لهم حتى يعرفوا الحقائق يعني هنا على الأرض كيف تكون هذا بيان للناس كل الناس يقدر يفهم هذا المؤمن والكافر ولكن وهدى وموعظة للمتقين بالنسبة للمتقين هو هدى وموعظة هدى هداية هداية مش هداية بيان هداية توفيق منه سبحانه وتعالى وموعظة الموعظة هذا الكلام يعني المباشر الذي يعظ الله تبارك وتعالى به عباده فيأمرهم بتقواه يأمرهم بالحذر يأمرهم بأن يأخذوا الطريق إليه يحذرهم من النار يهيب لهم بالجنة فيعظهم بهذا وموعظة للمتقين خصها بأهل التقوى لذلك أنهم هم الذين يعني يستفيدون بهذه الموعظة وهم الذين يهديهم الله تبارك وتعالى هداية الخاصة ثم بعد ذلك قال جل وعلا للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين رفع رفع لهذا المعنى رفع لشأنهم لقلوبهم مسح لما أصاب هذه النفوس من الضعف من أثر يعني هذه الهزيمة قال ولا تهنوا الوهن الضعف والشعور بشيء من الإذلال والخشوع بعد أن على الكفار يعني عليهم هذا العلو وهزموهم هذه الهزيمة قال ولا تهنوا ولا تحزنوا على ما أصابكم فالحزن هو يعني الغم والهم ما يصيب بسبب أمر واقع سابق يحزنون لفقد من فقد منهم من سبعين الذين قتلوا ما نال النبي صلى الله عليه وسلم من الجراحة والأذى ما افتخرت به يعني الكفار من نصرهم على أهل الإيمان وشماتة الأعداء بهم وشماتة المنافقين وقولهم لو أطاعون ما قتلوا فقد حصل لهم شماتة في المنافقين انتفاخ وعزة للكفار الجراحة القتل الذين قتلوا منهم الله يقول ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أنتم الأعلون الأعلون الأعلى من هؤلاء الكفار إن كنتم مؤمنين إن كنتم من أهل الإيمان فأنتم الأعلون في الدنيا وفي الآخرة عليهم ثم قال لهم الله تبارك وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إن يمسسكم قرح جراحة وألموا السبعين الذين قتلوا والجراحات التي كانت فيهم والله يقول فقد مس القوم قرح مثله القوم هنا قريش أصابهم قرح مثله في بدر فإنكم هزمتموهم أوقعتم بهم الهزيمة رجعتموهم خائبين قتلتم منهم سبعين أسرتم منهم سبعين حصل لهم كذلك فلستم وحدكم الذين يعني ما هي أنت أصابكم قرح والقوم قد يعني مسهم قرح مثله وكذلك أصابهم قرح مثله في نفس الغزوة فلم يكونوا سالمين يعني سلما كاملا بل قتل منهم كذلك عدد وتحملوا هذا الطريق الطويل وهذه المشقات وكان منهم هذا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله سابقا ثم قال جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس هذه الأيام نداولها نجعلها دول دولة لك ودولة عليك مرة لك الدولة يعني لك المرة هذه في النصر ومرة يكون عليك هذه شأن الله تبارك وتعالى في أن يجعل الناس هكذا يجعل الكافر أحيانا يدال للمؤمن والمؤمن يدال للكافر ولكن العاقب للمتقين العاقب بعد ذلك للمتقين كما جاء في سؤال هرقل لأبي سفيان لما قال له عن النبي هل حربتموه قال نعم قال كيف الحرب بينكم وبينه قال السجال يدال منا وندال منه يدال منا يعني نحن نغلبه وندال منه يغلبنا أحيانا فقال أبو سفيان فقال هرقل أبي سفيان سألتك هل يعني حربتموه قلت أي نعم وسألتك هل يعني كيف الحرب بينكم وبينه قلت يدال منا وندال منه قاله وكذلك الرسل يبتلون ثم تكون العاقبة لهم قال له هذا شأن محمد شأن الرسل السابقين يبتلون يبتليهم الله يبتليهم الله تبارك وتعالى بالكفار ولكن العاقبة تكون لهم فالله يقول لأهل الإيمان إن يمسسكم قرح يعني في أحد فقد مس القوم قرح مثله في بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين آمنوا ليس علم عن جهل فالله تبارك وتعالى يعلم أهل الإيمان قبل أن يخلقهم بل قبل أن يخلق قسمة الأرض ويعلم أهل الكفر كذلك وإنما وليعلم الله أهل الإيمان يقيم هذا العلم في الأرض فيظهر للجميع وليعلم الله الذين آمنوا هذا العلم اللي هو تنفيذ ما يكون في علم الله تبارك وتعالى لأن هذا هو الذي يتعلق عليه بعد ذلك الثواب والعقاب وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء هذا إذن الشهادة اصطفاء اختبار واجتباء وانتقاء ويتخذ منكم شهداء يريد الله تبارك وتعالى أن يتخذ منكم شهداء إذن لابد أن يمكن الكافر من أن يقتل بعضكم ليكون هذا الذي يقتل في سبيل الله شهيدا عند الله تبارك وتعالى ومعنى أنه شهيد يعني يستشهد يوم القيامة على من قتلوه شهدت مقبول عند الله تبارك وتعالى يشهد هذا أولا له شهد أن يأتي القتيل الشهيد الذي قتل في المعركة يأتي يوم القيامة بحاله جرحه كما جرح كهيئته تماما يوم جرح غائر شق فضخ كسر لون الجرح لون الدم وريحه ريح المسك شهد فهذه يكون دمغة هذه شهد له أن هذا قد يعني قتل وهو يعني قتل وهو يقاتل في سبيل الله فهي شهاد له يكون هذا ديد شهاد له وكذلك يستشهد بعد ذلك على الآخرين ويتخذ منكم شهد قال جل وعلا والله لا يحب الظالمين لا تظنوا أن الله عندما نصرهم لأنه يحبهم بل هؤلاء الظالمون ظلم كفر وظلم عدوان وظلم حرب لله ورسوله فالله لا يحبهم سبحانه وتعالى أيضا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين التمحيص هو التنقية بشدة فالشدة التي تأتي هذه تجعل هذا يمحص الله الذين آمنوا بمعنى أنه ينقيهم المؤمن يتنقى بمعنى أنه يذهب منها كل غرض للشيطان يجعل بعد ذلك خالص لله عز وجل إذا وقعه البلاء على هذا النحو فيتطهر ويتنظف كما يوضع الذهب تبرا مع الشوائب وهو في النار يخرج بعد ذلك من النار المعدن الصافي وكل ما هو يعني من الشوائب يخرج منه فهو تمحيص للمؤمن كذلك تمحيص للصف فصف أهل الإيمان يمحص كل من كان داخل في أهل الإيمان هكذا مدعي أنه مؤمن وليس كذلك بالشدة تخرجه تظهره كما حصل في أحد فإنه في أحد لما جاءت الشدة وجاء الموت رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش ورجع هاجل ظهر هنا بعد ذلك يعني أهل الإيمان الحقيقي من الذين قد يظهرون الإيمان وليسوا من أهله وليمحص الله أهل يعني الذين آمنوا في أنفسهم تمحيصهم في أنفسهم بأن ينقيهم الله تباري ينقي قلوبهم ونفوسهم من حظ الشيطان من الجبن من البخل يجعلهم خالصين لله تبارك وتعالى بعد أن يبتليهم فيجعلهم من أهل الصلابة والصبر والشدة والنقاوة ينقي ديت يصفي معدنهم وكذلك يصفي صفهم من هذا يعني الداخل فيه وليس منه ثم ويمحق الكافرين المحق الإهلاك للنهاية وهذا يكون في النار وهذا يرتكب ذنوب لأن الكفار عندما يقاتلوا أولياء الله تبارك وتعالى والمؤمنين ارتكبوا ذنب عظيم وهو ذنب الكفر وذنب الصد عن سبيل الله وقتل أهل الإيمان فاستحقوا بذلك أن يعني غضب الرب جل وعلا فيمحقهم الله تبارك وتعالى فإذا فيه أهداف هائلة ومنافع عظيمة جدا فيها كل هذا أنه ليعلم الله الذين آمنوا اتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين هذه أربعة غايات عظيمة من الأهداف التي تكون من هذا البلاء الذي يوقعه الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان مع جريان ذلك على السنن التي يعني يجريها الله تبارك وتعالى في عباده بأن يبتلي عباده المؤمنين بهذا الخير والشر يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس هذه سنة الله تبارك وتعالى في المؤمنين والكافرين وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء فالشهد اصطفاء واشتباء واختيار فإذن الذي قتل هذا ما هو الذي خسر هذا هو الذي فاز الذي قتل في المعركة هذا هو الذي فاز ونال أعظم الدرجات ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ثم قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هذا اذهب لظن ممكن أن يظنه المؤمنون وهو أنهم سيدخون الجنة هكذا بهداوة وبراحة وبطمأنينة وبلا عناء وبلا مشقة في هذه الدنيا وكما يقال يعني كمن يظن أن الطريق إلى الجنة مفروش بالورود وأنه لا هم فيه ولا غم ولا حزن ولا فتن ولا بلاء لا بل هذا طريق فيه أشواك وفيه مصاعب وفيه مشاق وفيه ابتلاءات عظيمة حتى تصل إلى الجنة طريق إلى الجنة طريق شاق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هكذا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما لم يكن بعد لم يصبح بعد ويعلم هنا ليس يعلم عن جهل تعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني لا يعلم عباده قبل أن يخلقهم بل علمهم سبحانه وتعالى وعلم ما يكون منهم قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى وإنما العلم هنا إنما هو إقامة هذا العلم في الأرض وظهوره حتى يكون عليه يعني الحساب والعقاب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هكذا يعني بدون مشقات ومصاعب ولما يعلم الله الذين جاهدوا دون جهاد يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعني لا لا تكون جنة إلا بجهاد وصبر ومعاناة فهذا طريق الجنة ليس طريقا يعني سهلا بمعنى أنه لا مشكلات فيه ولا آلام ولا أحزان بل لا هذا طريق فيه جهاد والجهاد فيه ما فيه وفيه صبر يجب أن توطنوا أنفسكم على أن هذا هو الطريق إلى جنة الله تبارك وتعالى نقف عند هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنع